مرحبا بكم مجددا مشاهدين إلى قهوة جرنان المرحلة هي مرحلة اقتصادية بامتياز والرهان هو رهان تنموي معناه خلق الثروة لو نتساءل ببساطة وبموضوعية ماذا ينتج الفرد الجزائر لما نقول الفرد معناه البلد معناه منظومة الثروة في الجزائر هل المظاهر الموجودة في الجزائر هي مظاهر ثروة أم مظاهر ريع في مظاهرنا اليومية هل فيها صورة لخلق الثروة والإنتاج لما نشاهد رفاهية أو نشاهد سيارات فخمة هل أوجدتها ثروة منتجة أم ثروة ريعية وشتانة بين الأمرين لو نتساءل عن المشهد اليومي لأي مواطن من الخروج للبيت إلى السوق إلى محطات النقل إلى العمل هل نلتقي بمظاهر إنتاج بمظاهر خلق للثروة هل نلتقي بصناعة ولو في أبسط مظاهرها هل نلتقي بصنعة في الجزائر هل نلتقي بناسي جزائري أو برغي جزائر الريع في الجزائر انتقل من نمط اقتصاد إلى نمط حياة وإلى نمط تفكير وهو الأمر الخطير وبالتالي أصبحنا مجتمع لا ينتج ماذا ينتج الفرد الجزائر؟ من الديافام إلى الهيليكس إلى الهربين وما أكثرها اليوم في الجزائر إلى الحويات والاستيراد إلى أعوان الأمن إلى حراس البركينج إلى الأسواق الموازية والبزارة التي تعرض الخردة الصينية إلى الإدارة والمكاتب والكراسي أمام كل هذه الحقائق هل نخلق ثروة؟ هل ننتج منتوجا؟ التحدي اليوم قبل أن يكون اقتصاديا بمعنى الإجراءات والخطوات هناك رهان سياسي بمعنى الخطاب المقدم من مؤسسات البلد السياسية الخطاب المقدم من الحكومة من الساسة والأحزاب لماذا من سنة 86 ونحن نتكلم عن التقشف؟ نتكلم عن خلق الثروة ثم من وضع كل هذه الأليات الرعية التي لا تنتج أي شيء وأي دور اليوم للرجل السياسي حتى يهيي البيئة المناسبة للرجل الاقتصادي الخطاب السياسي اليوم في الصورة هل يواكب المرحلة؟ وهل يضع قطيع نهائية مع الخطاب الريعي؟ وهل يوجد أصلا خطاب اقتصادي داخل الخطاب السياسي اليوم؟ عنوار حلقتنا اليوم الخطاب السياسي بين القطيع والتطبيع مع الريع ضيفي السيد السادق بوكتايا القيادي في جبهة التحرير الوطني سيد سادق بوكتايا مرحبا بك معنا أهلا وشكرا لقبولك دعوتنا أهلا وسهل سيد بوكتايا نبدأ ببداية هذا الموضوع لأنه كل ما يمر من هنا اقتصادي إلا ويقول أنه أنا كرجل اقتصادي معنا نتكلم موضوعية نحاول أن نلقى الحلول لكن الرجل السياسي في الجزائر تقريبا خطابه ما فيش هذا الواقعية ما هوش يواكب هذا المرحلة أنا حبيت نسقسيك أول سؤال سيد بوكتايا حتى المشاهد لو يشوف فينا يفهم الوضع من سنة 86 2016 سيد بوكتايا ما زلنا نتكلم نفس المعطيات استقشف وإسعار البيترول تنخفض نتحطه على أزمة سيد بوكتايا انت عيشت المرحلتين في 86 كنت نائب في البرلمان وكنت نائب رئيس أيضا لجنة الخارجية لا أعتقد لو تقول لنا في رأيك لماذا بقى الوضع نفسه سيد بوكتايا بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكل المشاهدين أولا هذه المقدمة فلسفية كثير وبالدليل أنت طرحت العديد من الأفكار ولكن إذا ما تعمقنا فيما تفضل لا إيش فلسفية سيد بوكتايا مقدمة واقعية لا هذا في رأيي أنا أنا رأيي أنها طرح فلسفي هو في الحقيقة لا يمكن فصل السياسة على الاقتصاد ولا يمكن لرجل الاقتصاد أن يضع برنامج اقتصادي إذا لم يكن مرتبط بالتوجه السياسي للبلد هنا ولا في أي دولة في العالم وأعتقد أن الجزائر كبلد لديه العديد من الإمكانيات سواء منها البشرية أو الثروات أو القدرات الاقتصادية والجزائر تعتبر ثلث سوق في أفريقيا بعد مصر وبعد نيجيريا باعتبار هاتين البلدين أكثر عدد سكان من الجزائر وطبيعة الجزائري يحب يعيش يرتاح يتطور الجزائري لا يقنع بما لديه بل يعمل على أن يتطور في كل المجالات التي تخصه في حياته باش يتطور بالعمل ولا بالريع أنا جايك وهذه ميزة مهمة في الفرد الجزائري الآن إذا ما أخذنا بما تفضلت به الريع أو الثروة بدون شك الجزائر منذ سنوات طويلة سواء الخبراء الاقتصاديين أو السياسيين دائما يتم نقاش وأنا أتذكر أنه في عام في التسعين أو في عام تسعة وثمانين عقدت ندوة وطنية لكل أعضاء الحكومة ومؤسسات الكبرى الاقتصادية والقطاع الخاص والنقاش حول كيف يمكن أن تتطور الجزائر في شتى المجالات وخاصة المجال الاقتصادي ويومها أنا كنت من الحاضرين في هذه الندوة كمجتمع ولست كمتدخل أو مناقش ووصلت هذه الندوة إلى أن مدخل الجزائر في ذلك الوقت هي أكثر من 60 مليار دولار كدخل خام وتناقشوا كيف يمكن أن يتم توظيف هذه الثروة للاقتصاد والتطول الاجتماعي والجزائر بدون شك كانت في التوجه السياسي انتاحها أن تعمل على توفير السكن لكل مواطن جزائري غير قادر على إنجاز السكن وسياسة ما زالت اليوم أن هذا التطور طيب ما عليش سيد بوغطايا لا سمحني سمحني لا خليني نسألك خليني نسألك تلمتوا جبني على سؤالي أنا سقسيتك يا سيد بوغطايا الاقتصاديين جبناهم واستضفناهم وعطونا رؤيتهم لماذا عودنا ولينا المرحلة مشابهة لـ 82 أنا اليوم حاب رأي رجل سياسي وفق رؤية الرجل السياسي صادق بوغطايا لماذا في 86 نشفاه جيدا في اليوتيوب الآن نسمع خطاب نشرة زهية بن عروس لقالة التقشف ومشابه موجود في اليوتيوب في 2016 ما زلنا نتكلمه على التقشف لماذا بعد 30 سنة ما زلنا في نفس الأمور هو الآن التقشف برؤية الرجل السياسي صادق بوغطايا هي التقشف كلمة كبيرة ولكن هو ترشيد الاستهلاك وترشيد توظيف الثروات الموجودة لديك في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية التي مست العالم هو الأسباب انتعها هو انخفاض سعر البترول وسعر البترول الآن مس كل البلدان المنتجة ومصدر البترول وحتى منظمة الأوبك تحاول بقدر الإمكان أن تجمع أعضاء هذه الأوبك للاتفاق على السعر المرجعي لأن في الأوبك عندما يتم الاجتماع يتم تحديد السعر المرجعي للبترول لا يمكن أن يكون أقل من هذا السعر ويتم تحديد سيد بوغطايا لا 30 سنة لا يجب أن نفهم المواطن المواطن يفهمت لهم سيد بوغطايا تم رجال سياسيين عندكم 30 سنة على الأقل هذه على الأقل تفستوثمانيك وتنائب سيد بوغطايا 2016 ما زالت تمارس السياسة كرجل سياسي وأنا أعتز بذلك معليش هذا أنا مقتلقش ما أعتزش 30 سنة سيد بوغطايا 30 سنة ما تسألتوش كرجال سياسة لماذا 30 سنة ما زالت مخرجناش من نمط الريعي معتكمش هذا السؤال خليني أقولك عندما تقول من 86 فحزب جبه التحرير كالحزب الذي كان الحزب الوحيد وكان يومها التخطيط الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي حزب جبه التحرير في ذلك الوقت وضع توجه استراتيجية سياسية أولا خلق العدالة الاجتماعية في المجتمع بحيث كل الجزائرين يكونون مستفيدين سواسية من كل الاحتياجات الحياتية التي تهم المواطن ما عدالة بين اللي يخدم ولي ما يخدمش لا ما عدالة فرق بين العدالة الاجتماعية الآن الفرق بين اللي يخدم ولي ما يخدمش من يخدم يتكافى ويرقع ويتطور في مهنته الوظيفية في السلم الوظيفي ويتحسن وضعه شهري ومن لا يخدم هو المشكلة عندما نطرح السؤال من ناحية السيولوجية أن الفرد الجزائري قدرة الإنتاج انتعه لا تقوم بثماني ساعات عمل لا أعتقد أن هناك الآن أغلبية الجزائريين لا ينتجون ثماني ساعات عمل عندما تقوم بالحساب ممكن تجد أربعة واحد أربعة ساعات واحد خمس ساعات واحد ستة ساعات وطيبو تأتي سلع لازم مخرجنا شمال ريع سيد بوكتايا كراجل سياسي راجل سياسي هو اللي يضع السياسات سيد بوكتايا ما تأتيه في الصورة الريع من ماذا يأتي؟ يأتي من المدخيل والمدخيل مفروض توظف لخلق الثروة والثروة تخلق الثروة وهكذا وتخلق مناصب العمل عندما تأتي أنت إلى المدخيل التي هي الريع وهذه المدخيل يجب أن توظف لخلق الثروة والثروة تخلق الثروة التي تؤدي إلى نتائج خلق مناصب العمل والتطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لأن كل هذه القضايا مرموت لا يمكن أن تتطور اقتصاديا بدون ما أن تتوفر على القدرات العلمية والقدرات الاقتصادية والخبراء في المجال الاقتصادي وأيضا الفرد الجزائري يشعر بأنه لا بد أن يعمل لكي يتطور ما نعم ما إيش سياسات طيب سيد بوكتايش تقول للمقدمة فيها فلسفة خليني نبسط لك المقدمة الرجل الاقتصادي لم يجب فهمها ولكن لما يسمحها المواطن هي فلسفة طاحت العديد من الأفكار لا يفهمها المواطن جيدا سيد بوكتايش مميف نظر فلسفية مم smarter سيد بوكتايش أنا في المقدمة أقولك ماذا ينتج الفرد الجزائري الرجل الاقتصادي لما يجينا لما نتكلم معه رجل الاقتصادي يقولك أنا أتكلم بواقعية نتكلم مثلا ببراغماتية لكن الرجل السياسي في الجزائري يا سيد بوكتايش تخيل أنه الرجل الاقتصادي يبحث عن امور براغماتية نفعية يجي الرجل السياسي يقدم امور ديماغوجية ويقدم خطاب سياسي فنيا الشعب بين قوسين معتها السياسية شاب وعندك مستقبل لكن من الجيمش نقول للرجل السياسي قد بخطام دي. ليس كل السياسيين أو كل التشكيلات السياسية خطابها ديماغوجي احنا كتنظيم سياسي حزب جبه التحرير نقول دائما نتحسس لتطلعات الجماهير من خلال تواجدنا على مستوى شريح المجتمع ونعكس ما يطمح اليه الفرض الجزائري ثم المجتمع الجزائري ثم الشعب الجزائري ليس كل سياسيين خطابهم ديماغوجي. نحن كسياسيين أنا ما قلتش كل سياسيين سيد بوغطايا ليس رك تتحسس لتأسئلة أنا سألت أسئلة عادية سيد بوغطايا عادي وما نيش من تحس طيب أنا قلتنا تنتمى سياسيين يقبلون الحوار والرعي والرعي هذا سؤال ما وش بالضرورة طيب ما وش بالضرورة صحيح اليوم الرجل السياسي في 2016 سيد بوغطايا يقدم خطاب واقعي يقدم خطاب يتماشى مع المرحلة المرحلة تقول أنه مرحلة اقتصادية والرهان هو رهان تنموي. رجل سياسي قدم هذا الخطاب. ما هو آتي لا يمكن لك اقتصادي أو سياسي أن تكون قريب من التوقعات. لازم الاستشراف والتوقع. والاقتصادي عندما يطرح القضايا نظريا يقوم بتحليل ودراسات وكذا ويقارن ما هو موجود في العالم ويطرحها نظريا. لا بد أن يكون هناك تواصل بين السياسي وبين الاقتصادي. لكي يضعوا تصور واستشراف بما يخرج أي مجتمع. وليش واليوم في 2016. طيب. واليوم في 2016. ريهان واضح سيد بوغطايا أسعى البطول انخفضت. اليوم رأنا حاوسه كيفاش نخرجه من هذه الأزمة. أنا ديكوك ريهان اقتصادي. طيب ما عليش. قولي الرجل السياسي. سيد بوغطايا تكلم لي عن الرجل السياسي. الرجل السياسي اليوم في الجزائر. أمام في هذه المرحلة في مرحلة هذه المرحلة الحالية رأو يقدم خطاب واقعي في السياسة التيعه في خطابه السياسي. أم قاله ما زال يقدم خطاب ديماغوجي. ما تقول ليش في فترة ما من فترات الجزائر. ما كنتوش تقدموا خطاب ديماغوجي. يا ودي انترشات على الخطاب الديماغوجي. قولي خطاب. خطاب ديماغوجي ما تقول لي خطاب واقعي. ما هوش خطاب ليحفز الناس العمل. ويحطهم أمام المعطيات الحقيقية. يا أستاذ عثمان. أول نشوف السياسي عمره ما يدير خطاب الإحباط والتييس واليأس. الرجل السياسي. مثلا بين قوسين خطاب ما يسمى بالخطاب الأمريكي. أمريكا الآن دولة غارقة في العديد من المشاكل والمديونية والوضع الاقتصادي والصحي والاجتماعي سيء. ولكن خطاب يسموه خطاب الحلم الأمريكي. رئيس الدولة الأمريكي. أوباما ولا من سبقه. عندما يأتي بخطاب يأتي بخطاب الحلم الأمريكي. السياسي اللي مرتبط بالمجتمع انتهى. يحاول أن يطور ما يمكن تطويره ولكن لا يقوم بخطاب التأييس والترهيب والتخول. يعني كاين خطاب الحلم الأمريكي خطاب التأيييس ما كانش خطاب واقعي. لازم يكون مبني على الواقعية. تعطيتني النقضين سيدنا. قلت لي خطاب تأيييسي ولا خطاب الحلم الأمريكي. كان خطاب اتصادي واقعي. خطاب يقول للناس الحقيقة أنه الشعب الجزيلي يجب يقدم. معتها يجب نذهب لإنتاج الثروة. شوف يا أستاذ الآن نأخذ الوضع الاقتصادي العالمي والاجتماعي. من أي بلد من فرنسا لآخر دولة في العالم وأكبر دولة. الوضع الاقتصادي انتع هذه البلدان سية والوضع الاجتماعي سية والوضع الذي يعيشه الفرض في هذه البلدان سواء من الأصول انتع ذلك البلد أو من المهاجر لذلك البلد. ووضع صعب جدا. ولكن الضل الحكومة والخبراء والسياسيين يحاولون بأن يخرجون من ذلك الوضع السيء الصعب الاقتصادي والاجتماعي. ولكن ليس بتخويف المجتمع. عندما تأتي لتخويف المجتمع. كيف تقول له لابد أن تعمل؟ العمل يعني كتقول لناس لا سمتعمل حتى في الإسيام. كتقول لناس لا سمتعمل ما تخوفيه؟ لا لا تبع فقط. ما تقول لهم البلد راحت اسمع. البلد خربت. تبع. نقول البلاد خربت. البلد راحت. البلد تخطط مفاولة. ما تقول لك خطب تخويفي. خطب واقعي. لم تخطب really. أنا تتكلم لك عن الخطب الواقعية. وهي نوعين من الخطاب. والاقتصادين فيهم نوعين من الاستشراف الاقتصادي. كاين الاقتصادين لشيقول لك الل discharge انتهت. لا لديه مخرفج. وكاين نعمل الخطاب السياسي لشيقول لك الل Covid انتهت مفاول وللم يتم فاهم انجازات. وهذا غيث صحيح ما هو موجود صحيح الآن نمره مش نمره. نحن الآن لابد علينا سمحني يا عوسمان. نحن الآن لا نقول ما ندخلنا وغرقنا في الأزمة. الآن لابد أن نأخذ كل الاحتياطات نتيجة الإمكانيات المالية الموجودة من العملة الصعبة. ونتيجة الثروات المخلوقها داخل الوطن. لابد أن نأخذ بعضنا احتبار. لا يعني هذا التفكير في 86. لا يعني النتيجة. لا يعني استوثمانية. في استوثمانية كان وضع الاقتصادي صعب. وكنت تقولوا لا لا ما زالوا. لا يعني مشكلة حتى وين نوصلنا. لا نتكلموا على خطاب واقعي سيد بوغطايا. لا نقولوا تخوفوا الشعب و لا نقولوا للشعب خلاد. البلاد لا بس بها. لا كيف لا تتكلموا الناس. وقالوا أن خرجوا من ريا. قالوا نديروا إنتاج طروة. الناس لازم ترح تخدم. تربط رعب العنساج لا يوجد حل. تطبي للناس فورغونات ما يشحل. لا لا تبقى. هذا يا سيد بوغطايا خطاب واقعي. مش خطاب تخويف. تبعني خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 350 ألف. وفي المخطل الخماسي القادم مفروض 450 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة للشباب. الآن اللي موجودة اللي ما أردوش القروض انتحن حوالي 37 في المية فقط. وهذا شيء إيجابي. والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة أدت إلى نتائج إيجابية اقتصادية اجتماعية. بحيث وفرت مناصب الشغل لعدد كبير من الشباب. وإذا ما تم تحقيق المخطل الخماسي 450 ألف وحدة اقتصادية مؤسسات صغيرة ومتوسطة. يكون في خطوات وهذا لا يوجد في أكثر من البلدان المحيطة بنا وغير المحيطة بنا. لكن الآن علينا أن نعمل ونبذل الجهد. علينا أن نعمل ونبذل الجهد. قلتها سيد بكتاعي تقولوا في خطبكم السياسية. لازم لازم. بدون عمل ما يمكن أن تتطور. أنت كصحافي إذا ما تبحثش وتنقب وتجري وتطلع وتعبط. ما تنجمش وتنجح وتكون صحافية كما رك الآن من الصحفين الممتزين. والعمل كذلك لابد أن نعمل. القطاع الخاص عليه أن يعمل ويطور الإنتاج وتحسين نوعية الإنتاج. وخلق مناصب الشغر وبالتالي خلق الثروة لخلق الثروة وبالتالي توظيف الثروة لخلق مناصب الشغر. الخطاب السياسي الآن لابد أن يكون واقعيا. لا يكون ترهيبي ولا يكون إحباطي ولا يعطي الأمل. هكذا جزافل. أنا لديك يا سيد بوكتاية عنوان حلقة قلت لك خطاب اقتصادي. خطاب اقتصادي ما هو. لا ترهيبي لا تخويفي لا تخويني. خطاب اقتصادي مع أن يكون كين النظر الاقتصادية فالخطاب السياسي. مع أن الرجل السياسي لا يتكلم بأحلام وردية يتكلم بواقع. شوف سياسي شوف اسمه. بين القطيع والتطبيع مع الرئع وضيف يا سيد سادق بوكتاية القيادة في جبهة التحريل الوطني. سيد بوكتاي قبل أن نبدأ أدعوك لتسمع لمقدمة الأخبار في الثمانينات زهية بن عروس تتكلم على المرحلة مرحلة 86 وانهيار أسعار البترول مخرج هذا ممكن نسمع لهذا الزهية بن عروس أيها سيدة والسيدات هذا بيان رسمي موجه للأمة من كان يعتمد على موارد الذهب الأسود أساسا لعيشه فإن عائدات هذه المادة أي البترول قد انتهت منذ استشاف البترول توقع الخبراء نفذ هذه المادة وانتهائها إما آجلا أو عاجلا وها هي النهاية قد حلت فماذا بقيا لكن الأمر بالنسبة لأولئك الذين سقطوا في ملذات الاستهلاك الضرفي للمواد المستوردة سيد بوكتاي هذه أعتقد الثمانينات بعد أزمة الإسعار 86 أو 87 ثلاث عسل سيد بوكتاي تقريبا ما زالنا نتعامل بنفس الأمور نتقى نشوف ونديروا خطاب ونقولوا للناس أن البترول انتهى معناها ما زالنا نتعامل بنفس الأسليب أنا طبعا استمعنا لا أعتقد أن عام 86 هو كسنة 2016 في فرق كبير في شتى المجالات ومختلف الميادين وفي 86 نحن نعرف كيف الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسعار البترول هو دائما قرارات سياسية دولية لتخفيض أسعار البترول لضرب مصالح البلدان التي لا تخضع قراراتها السيادية إلى الضغوطات الدولية وهو ما حصل في هذه الفترة في انخفاض أسعار البترول وهو عمل استراتيجي دولي تقوده بعض البلدان الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى والسعودية ولهذا لازم تخرج من هذه التبعية سيد بوكتاي ولكن الآن الواقع المعيش في الجزائر سواء في الجزائر الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي يختلف وهناك تطور كبير جدا وفي السنوات الأخيرة وفي قانون المالية الأخيرة حتى فخامة رئيس الجمهورية وجهها وقال لابد أن تبقى دولة مسؤولة ومتكفلة بكل القضايا التي تخص المواطن سواء في التعليم أو السكن أو الصحة أو في الحفاظ على أسعار المواد الغذائية الأسية وأمس فقط وقال لا تغير في الأسعار لكن التجار يقومون بتخزين المواد الغذائية ورفع الأسعار بدون إجراءات متفق عليها قال التجار صارت عندهم صورة نمطية لو نكملوا هذا التقرير الذي كان يوري لك تاجر ويقوم بالاحتكار وقال له خب السلعة شفناها هذه الأمور لأنه صارت صورة نمطية أنا أقصد سيد بوغطية اليوم الرجل السياسي ما يقدمش هو أيضا خطاب ريعي ما عندها الريع كان نمط اقتصادي ولا نمط تفكير وحتى الرجل السياسي يقمتم خطاب ريعي ما عندها يقول للشعب أن الأمور على ما يرام والجزائر دولة قوية ومكاش أزمة من في ال86 لا لا شوف ما ليه نقدم خطاب اقتصاد الواقعي لا نقول الآن أزمة مست أغلب بلدان العالم سواء في الضفة الشمالية أو في أقصى البلدان في أمريكا اللاتينية في الوطن العربي هناك أزمة مست وخاصة البلدان المنتجة والمصدر لبيترول والتي تربط اقتصادها بمدخيل النفط الآن الجزائر كحكومة بقيادة الأخ عبد الملك سلال أخذت بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية أخذ إجراءات هذه الإجراءات أولا إعادة النظر في تكييف الاستهلاك والترشيد الاستهلاك وتجيع الاستثمارات في شتى المجالات والدولة تقول للمستثمرين الجزائريين أو بالشراكة تفضلوا هاو القوانين أولا بل فهذه السؤال وتكيفوا خطاب سياسي الآن تكيفوه مع هذه المعطاية الجديدة سيد بوك الطاير طبعا نحن نكيفينه منذ زمن ونقول لابد من فسح المجال من زمان في حزب جبه التحرير الوطني لابد من فسح الجمال المجال للمستثمر الجزائري المستثمر الوطني ونأخذ بيده ونقوم بدعمه بخلق الثروة التي تخلق مناصب الشغل والثروة تخلق الثروة وتطوير الاقتصاد الوطني والآن نأخذ قرار كل ما هو منتج في الجزائر لا يمكن استيراده وداره قائمة في الحكومة القائمة تاع المواد التي لا يمكن استيرادها والقائمة التي يجب استيرادها كل ما هو منتج في الجزائر مثلا في السكن في البناء اخذوا قرار بأن كل المواد الموجودة في الجزائر لا يمكن استيرادها من الخارج وبالتالي الآن في خطوات كبيرة في ظل هذه الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية وهذا رأينا نحن في حزب جبه التحرير لا بعيدا عن الخطوات سيد بوك الطاير أقصد الأمور تتغير لأنه 86 بعد هذه الأزمة الكل أصبح يتكلم عن الإنتاج والإنتاجية الإنتاج والإنتاجية لكن الأمور ما تغيرتش لا لا الواقع معيش شوف أستاذ الواقع أولا الجزائر كبل تطور في شتى المجالات ومختلف الصعاد الاقتصادية الاجتماعية العلمية الثقافية والجزائر الآن قطعت خطوات كبيرة في مجال الاقتصاد وفي المجال العلمي والتكنولوجيا والتطور ونحن ننظر إلى أنفسنا بأن وكبنا العديد من البلدان المتطورة في مختلف المجالات والديمقراطية فسحت المجال وحرية طرأي والتعبير بأن يكون هناك نقد ونقد إيجابي وبنان ننتقد السلبيات ونثمن الإيجابيات حتى نستطيع النظر إلى الأمان وهو محص في الجزائر إذن الجزائر الآن ليس تهي في 86 بل في 2016 التطورات التي حصلت في الجزائر على مختلف المجالات والصعاد الاقتصادية الثقافية الاجتماعية هي الآن أفضل بكثير مما كنا عليه يعني الوضع ما هو وضع 86 سيد بوقتايا ليس وضع 86 ولا هذا ما يقال الأزمة في بعض الأطراف تريد أن نحن لا نستغل المجتمعات لا لا نتكلم من منظور أطراف وسلطة ومعارضة نتكلم من منظور دولة لا الدولة الدولة هنا بيتصورنا ونحن متأكدون بين ذلك أن الدولة آخذ بعين الاعتبار الواقع المعيش الآن في ظل المتغيرات الاقتصادية سواء على المستوى الوطني أو الدولي وارتباطها بالنفط الآن السعودية طالبة بشكون اجتماع الأوبك وهي أكبر دولة منتجة حوالي 11 مليون برميل في اليوم إيران روسيا فنزويلا هناك بلدان خارج الأوبك روسيا وفنزويلا وبعض البلدان في أمريكا اللاتينية والمكسيك هذا مش عضاء الأوبك ولكن الآن طالبين عقد اجتماع لأن كل الأطراف قد لحقها الضرر بهذا السعر اللي هو مبني على استراتيجية دولية كبيرة كبيرة جدا طيب سيد بوكتاي تقول لي أنه الوضع مهوش وضع 86 ليس وضع 86 ونقول من هذه الفضائية للمواطن الجزائري ولي ولك والنشكل ليس هذا عام 86 الجزائر اللي لديها في عام 86 ما عندناش في الخزينة امكانية صدر ما ينفيش أنه لازم نواجد المرحلة سيد بوكتاي الآن الوضع انتعنا الاقتصادي والمالي والاقتصادي والتطور اللي حاصف الجزائر يمكننا إذا ما قمنا بترشيد الاستهلاك وترشيد المصاريف فيما يتعلق بالتجهيزات والتسير نستطيع أن نسير لمدة 3-4 سنوات والخبراء الآن نتعال الاقتصاد والبترول يتوقعون وطبعا هو خبراء البترول مرتبطين بالدولة المنتجة للنفط الكبرى ومرتبطين بالشركات البترولية الكبرى يقولون بأن النفط لا بد أن يعود من جديد لكي يصل في آخر عام 2016 وبداية 2017 لا يحبين نخرج من هذا الجدال سيد هذا ستسرع هذا ستسرع ستسرع هذا ستسرع دائم نبقى نسترع أنا فهمك سي عثمان الواقع الآن الجزائر هو الوضع صعب ولكن ليس بذلك الذي كان في الـ 80 والـ 87 و90 الامكانيات المتوفرة يبقى كيف يمكن أن نقوم بترشيد الامكانيات المالية المتوفرة لدى الدولة ويمكن توظيفها إلى ما يمكن أن ينجي الجزائر من دخولها في أزمة عميقة هذا الموجود الآن المكانيات الاقتصادية في الجزائر تختلف على 86 وتختلف على 90 التطورات التي حصلت في الجزائر تختلف على 86 وعلى 90 في جميع المجالات وبالتالي نحن كم مواطنون لا بد أن نعيش الواقع ونعيش بعقلانية ونقلل من مصارفنا الزائدة اللي ما عندها أي معنى زمان يروح واحد ليمون بريف يظل بحبوح أي يشري يشري مليون خمسمائة سبعمائة ما ليش نحن أيضا نتكلم سيد بوكتايغ على خلق الثروة أنه تولي عقلية عند الجزائر ترشيد الاستهلاك لا أيضا عن ترشيد الاستهلاك أيضا خلق الثروة أنه الجزائر يجب أن يمتج سيد بوكتايغ لا الآن أنا يقول لك أنا فيه نهضة اقتصادية سناعية في الجزائر طيب سيد بوكتايغ نسألك على مصر لم تكن هناك نهضة كيف يقومون بتحديد قائمة المواد المستوردة وكل ما هو منتوج وقائمة طويلة عرضة لشيء هذه الخطوات مليحة سيد بوكتايغ يبقى على المواطن الجزائري أن يفضل الإنتاج الوطني على ما هو مستورد حتى نستطيع أن ننهض باقتصاد سيد بوكتايغ خليني نسألك على أمور سياسية فقط باختصار قل لي وش رأيك لكثير الحديث الآن على تعديل دستوري الصحفة قالت ممكن يمر في عشرة فيفر على البرلمان سيد بوكتايغ تأديل الدستور رأيك فيه بصراحة شوف تعديل الدستور أولا في 2011 فخامة رئيس الجمهورية وعد بيعيد النظر في الدستور وطنقيحي أو إعادة سياغاتي ونحن في ذلك الوقت كحزب جبته الوطني أيدنا هذه المبادرة وانتظرناها طويلة وكنا نتمنى أن يقوم فخامة الرئيس بالتعجيل بإخراج الدستور بعد سنوات طبعا أحنا شاركنا في الاختراحات لما حول رئيس الجمهورية عن طريق مدير الدوان الرسائل إلى كل الأحزاب والشخصيات الوطنية والمنظمات لإبداء رأيهم في الوثيقة التي قيلة يومها في الرسالة قابلة للحذف والتغيير والإضافة ونحن لبين الطلب وتنقشنا على مستوى الحزب وقدمنا اقتراحات واقتراحات جبهة التحرير أغلبيتها أخذتها أغلبيت أخذتها طيب قولي ندى 51 كان فيه تحفظ من أثنان ما فهم لاش تحفظ سيد بوغلطايا قابل ما نقول لك على 51 نحن كتنظيم سياسي باركنا وأيدنا محتوى الدستور الذي رأينا بأنه يكرس الديمقراطية والتعادل السياسية وحقوق الإنسان وفصل السلطات وعدالة مستقلة وعدالة اجتماعية والتزييع الاقتصاد والاستثمار ونحن مع الدستور ورئيس الجمهورية يحولوا المجلس الدستوري بعد مجلس الوزراء مجلس الدستوري إذا كان فيه عدم توازن بين السلطات يذهب إلى الشعب طبق الدستور الحالي وإذا لم يكن فيه مس طيب الوقت فقدت سيد بوغلطايا قل المدى 51 أعتقد لو سألنا كل الجزاء هو الأخ الأمين العام في ندوته الصحفية قال لابد أن يعد النظر فيها وفي مجلس الوزراء أخذ هذا الرأي بعين الاعتبار وصدر أنه يمر على قانون يصدر عن المش الشعبي الوطني يحدى المناصب السامية التي لا يحق لمزدوجي الجنسية أن يمارشوها مع المادة سيد بوغلطايا في الأخير لا طبعا هنا مع المادة ولكن علي من تحفظتم تحفظتم علي من كان إذا أخذت كل الجزائرين ما يقبل الجزائري واحدهم بالنسيوناليتي يكون الرئيس الجمهورية والناس الذين يحكموا المناصب السامية للدولة التي ستم تحديدها في قانون يصدر عن المش الشعبي الوطني أما لما يكون خبير مثلا عن خبير مرحبا به يا سيد بوغلطايا رئيس جامعة خبير باحث مرحبا به هذا ما هو منصب السامية بلنا نقول لك الخبارات ذوي الكفاءة جزائرين مرتطين بالجزائر قد يتولون هذه المناصب في المختبرات في الأشياء ذات وهذه ما يش منصب السامية طابع العلمي الاقتصادي ما يش منصب السامية والاقتصادي أحيان فاشكوك ولكن نشوف في المبدأ المادة 51 لمن العام قال لابد من إعادة النظر فيها وأخذ هذا الرأي بعين الاعتبار وصدر في مجلس الوزراء بأن هذه المادة يتم تحديد المناصب السامية التي لا يحق للمزدوجي الجنسية ممارستها في المشعب وما البعض قال أن الأثلان يعني مع أن المزدوجي الجنسية يكونوا في المناصب السامية ما هو شذو الأمر سيد بوغلطايا شوف الأمي العام في ندوتي الصحفية وهو ناطق رسمي باسم الحزب لم يقل نحن ضد قال لابد من إعادة النظر فيها وفي مجلس الوزراء عندما طرح مخترح الدستور تم الاتفاق بقرار من رئيس الجمهورية بين تحال هذا تحديد المناصب السامية في قانون يصدر عن المجلس الشعبي الوطني سيد بوغطايا أسألك 270 مغربي في داعش يحاولون دخول ليبيا عبر مطار الجزائر وكانت صفر لا علاقة بالتنظيمات المسلحة في ليبيا توفر لهم كل الوثائق المرور وش رأيك فات الأمر أسأل شوف أولا داعش هذي شكل خطر على الأمن القومي الجزائري وبالتالي لابد أن نحطه وأنا مع القرار لإخدار الدولة الجزائرية كل مغربي يريد العبور عن الجزائر بدون ما تكون عنده بطاقة أو إقامة عمل في ليبيا لابد أن يعادل المغرب وعلى الجزائرين أن يأخذوا هذا بعين الاعتبار لأن مصلحة الأمن القومي الجزائري مسؤولية كل جزائري وكل التشكيلات والتنظيمات السياسية ويجب أن نأسه على بلادنا وما أكده الوزير عبدالقادم شكرا جزيلا لك سيد صادق بوكتايا لحضورك معنا شكرا على كل هذه التوضيحات مشاهدينا إلى هنا نصل إلى نهاية اليوم من قهوة الجرنان شكرا موصول لكل متابعينا قناعة من راسخة أنه اليوم أفضل من الأمس والغد أفضل إن شاء الله في الجزائر وديب بلادنا محمد عصماني حيب